يعني فريق الزمالك زمان كان بقى فيه لعيبة يعني أنا 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 بقول عن نفسي أن طول عمر لعابة الزمالك بيبقوا فنيا أعلى من لعابة الأهلي ياه لكن الأهلي بيتميز بحاجة بقى الروح الأعلى ها ودي اللي في الكرة أهم الروح أهم من الفنيات؟ بالمليون مرة هم هشوف على يعني مش هدي أقول أسماء فيه لعيبة كتير من 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 السبعينات والثمانينات لعيبة كويسة جدا بس ما فيش روح وفيي لعيبة عادية جدا وعندها روح كويسة جدا فانت بالنسب له اللعب ده هو الأسطورة بس بحيث أن يعني ما هو يعني أكيد لعيبة الزمالي بيبقى عندها روح وأكيد لعيبة النادي لعليب بيبقى عندها فنيات ما هو الروح يعني أعني أقولك أعلى مش 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 إحنا بدان stands فنيات احنا مش روح بس ها انت تبقى عيلا فنيات انت تبقى عندك الفنيات ممكن تبقى أقل شوية لكن روحك أعلى شوية روح الفنية للحمراء ها الروح بتاعتي انا كل كرة اخده منك. مين الروح اعلى كده? يعني ممكن تبقى افضل في الموضوع. لأ يعني روح اعلى ما هي 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 المطش تنافس. اه. بني وبينك. اه. انا انت بترعب بكرة وانا ههوف وكل كرة واخدك عمل اصفيك على الخط. ومش عافت اخب مني كرة. انا روح اعلى منك. انا الدافع عندي اعلى منك. اه. انا عايز اكسب. فاهم قصدي? فاهم قصدي? لكن لهابت زمانك طبعا لعبه كويسة جدا. بس احنا كان فيه مطشات يعني مطشة اربعة تلاتة بتاع الكاس ده. احنا كسبنا بالروح. المطش ده احنا كنا المطش ده كنا وحشين جدا. فاهم. جدا. فاهم. من اسوق المطشات اللي مسل مانول بعد المطش انا من اسوق المطشات اللي شفتها الفرقتي. لكن الروح بتاعتنا ادي ترجعنا التاني بعد ما كنا مغلوبين. نكسب اربعة تلاتة.